السبب الخير أزام طابعين في الويبنر التعليمي لشركة وينز بروكر هقدمه لكم كريم ماجدي وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن المتوسطات السعرية طبعا المتوسطات السعرية واحدة من أهم أدوات تداول المستخدمة من قبل المحللين الفنيين خلونا ننتقل مع بعض ونشوف أكتر ونعرف أكتر إزاي عن استخدامها وطرق استخدامها أول حاجة نتكلم عليها تعريف المتوسطات السعرية المتوسطات السعرية هي متوسطات متحركة وهي واحدة من أقدم التقنيات للتحليل الفني وأكثرها انتشارا نستخداما لحد وقتنا طبعا هذا وبتستخدم بشكل رئيسي لملاحقة الاتجاه وهنحط أكتر من خط تحت كلمة ملاحقة الاتجاه لأنها دايما ماشية وراء السعر مش بتقول لنا السعر المستقبلي ولكن من خلال الإشارات اللي بتظهر لنا وهي كانت بيتلاحق السعر بنبدأ نتوقع السعر القادم ودي يمكن دايما نقطة الخلاف ما بين أغلب المحللين الفنيين أو الناس اللي لسه بتعلم جديد التحليل الفني إن هي بتفتكر إن الأدوات المستخدمة في التحليل الفني هي بتقول لنا القادم ولكن هي بتحكي على اللي فات ومن اللي فات بنعرف لأن أهم عندنا مبدأ في التحليل الفني وأوله لازم أول حاجة لازم نتعلمها أو ندخل لأي تحليل فني إن التاريخ بيعيد نفسه فكل الإشارات دي أو كل المؤشرات دي بتستخدم علشان توارينا التاريخ بشكل أو بآخر فتخلينا توقع المستقبل هيكون راح فين بالنسبة للعملة أو الأداية المالية اللي إحنا بالحال لله المتوسطات المتحركة هي حساب لمتوسط حركة السعر في فترة زمنية محددة حيث تأخذ مجموعة من البيانات السعرية لفترة محددة كأسعار الإغلاق على حسب إحنا ما بنحدد أصلا الشكل بتاع المتوسط السعري واستخدامه إيه وبتجمع الأسعار دي وبتقسم على عددها فينتج منها رقم يكون هو المتوسط المتحرك بشكله اللي إحنا نشوفه مع بعض ده متوسط متحرك متوسط متحرك ده جاي أنا بحدد له الأول مدة زمنية بختار خمس تيام عشر تيام خمسين يوم ميت يوم متين يوم وبيبدأ طبعا الرقم اللي أنا عايزه وبيبدأ هو بيقسمه لي على الفترة وبختار أنا عايزه أشتغل على أسعار الإغلاق والأسعار الإفتاح والأغلاق وكمان المتوسطات السعرية لها أكثر من نوع مش نوع واحد أنواع المتوسطات السعرية في نوعين هما الأهم المتوسط المتحرك البسيط أو Sample Moving Average أو الاسم A أو الام A اللي هو Exponential Moving Average أو الاسم المتوسط متحرك البسيط هو بيركز في حسابه على كل الشموعة يعني بيقسم الفترة الزمنية لو افترضنا نحن نتكلم عن خمسين يوم بيقسم الحركة بتاعته دي على الخمسين يوم لذلك دايماً هتلاقوه أنه هو أبعد في المسافة عن السعر ولكن الاسم أو الاسم بيكون أقرب دايماً للسعر إنه هو لما بيجي بيحسب حساباته بيبدأ بالشموعة الأخيرة الأول ثم بيبدأ يقسم على يعني لو هنتكلم أنه هو النسبة بتاعته أو الشكل بتاعته ده مكون من 100% فهو بيعتمد واختارنا أنه هو يكون خمسين يوم هو بيعتمد في تكوينه على الستين في المية على آخر عشر أيام فقط وبقيت الاربعين في المية على الاربعين يوم الفضلين فده طبعاً بيكون دايماً بيكون أقرب إلى السعر طيب في حاجة مهمة جداً لما اجي اختار نوع الموبينج أفرج ما بينا نعايز إيه من السعر بمعنى لو اخترت السامبل الموبينج أفرج هو دايماً طول ما السعر فوقيه بيقول إن السعر لسه ماشي في الاتجاه الإيجابي ولكن الـ Exponential مش بيقول إن هنا شغال في الاتجاه الإيجابي مجرد السعر قصره بيبدأ يديني إشارة أو انذار خطر إن السعر الإيجابي بدأ يقلب في فرق كبير جداً بين الاستخدامين أولاً ده أنا بستخدمه طول ما السعر فويه لكن هنا ده بستخدمه مجرد إن السعر قصره مجرد كسره للسعر بيقول إن الاتجاه القديم خلاص بدأ يخلص وبدأ فيه اتجاه جديد بيتجول ولكن هنا طول ما السعر فوق الموبينج أفريج بيبدأ بيقول إن الاتجاه الحالي هو الموجود وهو المستقر يبقى مهم جداً إن إحنا لما نجي نشتغل على المتوسطات المتحركة لازم أبقى عارف أنا عايز أعرف منه إيه والإشارة لما انديها بالزبط لو متوسط نحرك بسيط هو بيركز حساباته على كل الشموع الفترة الزمنية اللي أنا مختارها له لو مختار خمسين يوم فبالتالي هو محدد للخمسين يوم دول لو أنا مختار أقل أو أكتر يبقى محدد للأكتر أو الأقل ولكن الإكسبونينشل هنا بيركز على أكتر الشموع الأخيرة في تكوينه أكتر من 60% بيبقى على آخر 20% فقط من الشموع وده طبعاً بيخليه أقرب للسعر فبالتالي بديني إنذار أسرع بكتير من الموفينج أفريج العادي استخداماته طبعاً أول استخدام بقدر أن أنا أشتغل عليه هو كسر السعر المتوسط السعري يعني دائماً بيستخدم كأشارة للبيع أو الشراء فلما بيكسر متحرك لأعلى بتكون إشارة شراء والعكس صحيح يعني هنا مع بعض دل بقى السعر كسر الموفينج أفريج في النقطة الزرقى دي لأسفل يبقى بالتالي هنا إشارة بيع وهو فعلاً بدأ ينزل من هنا إلى هنا على العكس أو عن نقيد قصره هنا الأعلى يبقى دي إشارة شراء وطول ما هو محافظ عليه حتى نتلاحظين هو طلع ورجع اختبر ورجع كمل تاني وكأنه نقطة دعم أو مقاومة أو كأنه نقطة محورية كمان هتلاقوا ملاحظة أن قصر المنرتين في تقريب المناطق متقربة ولذلك كمان هو لازم طبعاً بنستخدم معاه المتوسطات السعرية وأكتر من حاجة علشان خاطر أن نكون ناخد الرؤية طبعاً كاملة دايماً نحن نقول ما بنستخدمش أداء واحدة لكن طبعاً في شرحنا بنتكلم في الوبنر عن أداء واحدة فقط لكن دايماً لو نيجي نتعامل على السوق بشكل فعلي لازم نستخدم أكتر من أداء يبقى أول استخدام متوسط السعري لما بيحصل الكسر لو كسره زي ما احنا شايفين السعر بقى هنا دايماً بنتكلم على السعر وعلقته بالمؤشر لو السعر هو القصر الأسفل يبقى هنا عندي إشارة سلبية لو السعر قصر الأعلى يبقى عندي إشارة إيجابية طبعاً فرق كبير لأن احنا هنا لو نتكلم عن المتوسط السعري بهو اللي كأنه قصر الأعلى لكن لا احنا بنتكلم دايماً عن السعر هو القصر ولازم نسجل دايماً النقطة دي احنا دايماً بنتكلم على السعر وعلقته بالمؤشر طريقة تانية نحن نستخدم متوسطين سعريين فبالتالي هنتعامل معهم على تقاطع المتوسطين السعريين تقاطع متوسط قصير المدى ومع متوسط طويل المدى الأعلى بيقضي إشارة شراء والعكس صحيح يعني إيه؟ لو بنجي بنشتغل على متوسطين سعرين أكيد مش هنختارهم نفس التوقيت أو نفس الفريم بنختار يعني مثلاً نظرية جون ميرفي كنت بتقولك هو دايماً جون ميرفي لما كان بيجي بيحلل بيحلل على ثلاث فريمات هو عايز مثلاً من السوق خمسين نقطة ثلاثين نقطة يبقى بالتالي هتعامل على حاجة تكون لحد المقصرة المدى يبقى الأساس الشغل بتاعي على فريم من نص ساعة بس ما بيخدش التأكيد فقط من نص ساعة بيخد تأكيد من الربع والساعة عايز أطول شوي من خمسين لثمانين نقطة يبقى أنا عايز حاجة متوسط المدى يبقى أنا هشتغل على الساعة والنص ساعة والأربع ساعات لأن أنا عايز أشتري أبو بيه على الساعة فبالتالي باجي أختار النص ساعة بيكون على الخمسة والعشرة ووراها بختار على عشرين والخمسة والخمسين وعلى الفريم الكبير خالص بختار الخمسين والمتين وهكذا بابدأ أشوف هيكون عندي كده مؤشرين واحد المدى بتاعه أقل من التاني أو الفترة الزمنية بتاعته أقل من التاني فابدأ أشتغل عما أشوف القصير ده اللي هو الأصغر أو اللي حركته هتكون أسرع كسر للسعر هو بيكون المقياس بالنسبة لي فهنا الأحمر هو اللي كان على العشرين والأزرع هو اللي كان خمسة وخمسين وبالتالي يبقى الأسرع فيهم هيكون أكيد الأحمر اللي هو على العشرين قصر الأزرع الأسفل يبقى هنا الأحمر هو القصر الأقل أو اللي على مدى زمني أبعد مدى زمني أقل هو هنا اللي بيتحرك أسرع هو اللي بيكسر فبالتالي هنا قصر الأسفل يبقى السعر نازل قصر الأعلى يبقى السعر طالع هتلاحظوا معي أن نفس النقطة دي بيكون فيها كسر كمان السعر فحنا ممكن ننتظر كمان كسر السعر دي الإشارة الوحيدة اللي بيدهاني متواصل السعري لا دايما كمان المسافة لما بتطول أو بتبعد ما بين المتواصل السعري اللي هو الزمن بتاعه أقل من الثاني هنا العشرين أقل من الخمسة وخمسين المسافة بينهم بتبعد أكتر كل ما الاتجاه بيكون أقوى لكن لما تبدأ المسافة بينهم تديق يبقى الاتجاه بدأ يضعف وبدأ احتمالية أن حدوث كسر وعكس الاتجاه هتكون قوية يبقى احنا بناخد منه تلات إشارات لما نستخدم متواصل السعري أول إشارة كسر القصير المدى أو اللي هو الفترة الزمنية بتاعته أقل اللي هو الأحمر هنا للأزرق اللي هو الفترة الزمنية بتاعته أطول العشرين للخمسة وخمسين قطع العشرين للخمسة وخمسين بدين إشارة سلبية طالما كسره الأسفل كسر الأعلى إشارة إيجابية زائد كسر السعر للخطين بمجرد وجود السعر وبالإضافة كمان عشان أتطمن على قوة الاتجاه من عدمه وبشوف المسافة بين المتوسطين السعرين كل ما بتبعت كده بالاتجاه قوي كل ما بتبدأ تقرب زي كده بالاتجاه بيضعف فيه كمان تعامل بيكون بالثلاث متوسطات سعرية طبعا ده بتحدد إشارات بيع وشراء وبالإضافة كمان هي بتعملي وكأنها مناطق دعم ومقاومات إن هي بتبقى مديني إشارات أطفل الطريقة دي مش هي الأفضل إن هي مفهاش جديد عن الطريقة بتاعت الخطين ولكن خلوة نرجحها وطبعا كل واحد على حسب الاستراتيجي بتاعته نفس الفكرة عندي خط هو الزمن بتاعه أقل الأحمر والأطول منه الأزرق والأطول خالص اللبني الفاتح الأحمر نستنى يكسر الأزرق والأزرق يكسر اللبني تبقى شارة سلبية زي ما حصل هنا ونفس القصة في الطالع الأحمر يكسر وراء الأزرق وراء اللبني يبقى شارة إيجابية بالإضافة لكسر السعر بالإضافة لوجود السعر معهم بالإضافة كمان للمسافة بينهم مسافة لما توسع بينهم كده بتبقى شارة على قوة الاتجاه المسافة لما بتبدأ تديق بينهم كده يبقى شارة على ضعف الاتجاه يبقى نفس ثلاث إشارات اللي باخدهم من المتوسطين السعرين هي هي اللي باخدها من ثلاث متوسطات ولكن مع زيادة تأكيد بمتوسط سعري آخر لكن زي ما قلت لحضراتكم هيش مجدية بالشكل الكامل أشهر استخدامتها زي ما قلت لحضراتكم طريقة جون ميرفي اللي احنا أكدنا عليها اللي هو بيستخدم الخمسة والتسعة والخمسة والخمسين والعشرين والخمسة والخمسين والخمسة والمتين وبنفس الطريقة بالتقطعات طبعا دي أشهر طريقة ليهم لكن المتوسطات السعرية بتديني أكتر من دلالة قوة الاتجاه ووجود السعر طبعا طبعا وجود كمان أو علاقة الخطين ببعض وكل دي إشارات بالدهاني متوسطة بذلك هي أدامة لها لا تقيمة كبيرة جدا جدا في التداول خلونا نشوف مع بعض التشارت وزي إحنا ممكن نزلها وزي ممكن نغير الابشن بتاعها دي أحد التشارتات بتاعتنا الطبيعية جدا شكلها الطبيعي ده محطوط فيهم المتوسطين السعرين دايما نشغالين إحنا بيهم من خمسة والخمسين والعشرين واخدين جزء من الشغال بيجون ميرفي في الفريم الوسطي اللي هو الساعة بجيب الـMAE طبعا الـProportes بتاعته بختار أنا أريد exponential بخليه عايز سامبل بخليه وصحة هتلاحظه الفرق هنا في الخط الأخضر شفته ووسع زي وبعد زي عن السعر وبعد عن التاني لأنه زي ما قلنا الـMAE هو اللي بيفرش على المدى البعيد خلال الفترة ببدأ أختار أنا أريد أنه يكون على فقط ولا على open ولا على high ولا على low ولا على متوسطة السعري ولا على أنهي نقطة ولا على حتة اللي فيها كمان تريدينج كتير ولا أنا عايز إيه اللي أشتغل عليه فطبعا ببدأ أختاره وبختار هنا الفترة الزمانية اللي أنا عايز أختارها هنا لو عايز أزود طبعا ما حدش بيغير عايز أغير الألوان بتاعته بغير عايز أغيره أخليه نقطة أو خطوط بغيرها من هنا بعمله طبعا من الأول خالص من هنا وبيجي بختار وبختار مع الموفينج أفريج وأبدأ أختار طبعا هو سيمبل ولا إكسبرينشل وأنا عايز أني شكله عايز أني بريد وعايز اللون بتاعه وبحيث لو أنا عايز أحط أكتر من خط وبدأ يبدأ ينزل معي خلونا نجرب مع بعض في خط جديد بتوقيت زمني مثلا وليكن مية وأحط اللون جديد أهو هنزل معي بشكل طبيعي أنا عايز دعليته بدأت كليه كمين وبولد ريد انديكاتور وبكذا نصلنا لحيات الويبنر أتمنى أنه كان مفيد لحضراتكو وأشكركم على حسن متبعتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته